حاتم، صفاء، أسرعوا، فأمامنا يوم طويل شاق أنا مستعد يا أبي، وأنا كذلك يا أبي أعرف أن يوم التسوق يكون شاقا ومرهقا، خصوصا وأنه يوم عطلتك الوحيد ومرهق لحافظة نقودي أكثر، لماذا تأخرت كل هذا الوقت؟ كنت أعد قائمة المشتريات حتى لا ننسى شيئا، لكن يبدو أنني نسيت أكثر مما كتبت وما كل هذه الأكياس التي معك؟ بقايا الخبز والأطعمة المتبقية من الأمس؟ وستلقين بها في سلة القمامة كالعادة كل هذه الأطعمة تلقى في سلة المهملات يوميا، وهناك من لا يجد كسرة خبز ماذا يكون هذا؟ إذا لم يكن تبذيرا وإسرافا؟ ماذا نسيت؟ ماذا نسيت؟ ما هذه القائمة التي تشغلك طوال الوقت؟ نسيت أن أكتب كثيرا من المشتريات هذه قائمة مشتريات أسرة من أربعة أفراد؟ أم قائمة مشتريات حي بكامله؟ تعرف يا أبا حاتم أن زوجتك بارعة في الشراء؟ جدا من المؤكد لي أن معظم هذه القائمة لا تحتاجين إليه ما لا أحتاج إليه اليوم أحتاج إليه غدا نشتري أشياء ونتركها لتبلى قبل أن نستعملها هذا إذا عشنا حتى نستعملها ثم إن المنتجات تتحول إلى الأحسن والأيسر في الاستخدام لا تكون متشائما ودعنا أولا نبدأ بالتسوق ولماذا لا نشتري ما نحتاج إليه؟ إذا لم يكن هذا تبذيرا وإسرافا فماذا يكون؟ إذا لم يكن هذا تبذيرا وإسرافا فماذا يكون؟ الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة كل هذه يا حاتم شبعت يا أمي وأنت يا صفاء لم أعد قادرة يا أمي قطني سينفجر كفا يا أمينة هل تريدين قتلهما؟ لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسم ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين هل نترك كل هذا الطعام الذي دفعنا ثمنه غاليا؟ وما الذي أجبرك على طلب كل هذا الطعام؟ يكفي أن الله لا يحب المسرفين وأن الإسراف يمنع محبة الله للعبد هل تظن أنني أسرفت عندما طلبت كل هذا الطعام؟ أسرفت مرتين مرة عندما طلبت كل هذا الطعام الذي يكفي أسرة مكونة من عشرة أفراد ومرة عندما تتركينه ليلقى به في سلة القمامة تقصد أن ما فعلته تبذير؟ أقصد ما فعلته الآن وما تفعلينه باستمرار قال الله تعالى ولا تبذر تبذيره إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين؟ إخوان الشياطين أشباههم وأمثالهم في التبذير والخيانة أي أنهم أحباء الشياطين وأتباعهم وأخ الشيطان شيطان مثله ولا أقبح من ذلك التشبيه ولماذا شبه الله تعالى المبذرين بالشياطين بالذات؟ لأن المبذر يسعى في الإفساد كالشياطين أو أنهم يقرنون بهم غدا في النار وهل يدخل المبذرون النار؟ إنهم معرضون لأن ينالوا عقاب جحودهم وكفرهم بنعمة الله وأنفاقهم الأموال في غير طاعة الله عز وجل إلا من تاب وندم وتاب الله عليه أستغفر الله أعوذ بالله ربنا لا تحشرنا مع الشياطين لقد أمرنا الله تعالى بالتوسط في الإنفاق ونهانا عن التبذير وأمرنا بالإنفاق في طاعته ولكن الله تعالى قال أيضا لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك أي لا تجعلها مربوطة إلى عنقك وذلك كناية عن شدة البخل وعدم الإنفاق لماذا قرأت نصف الآية فقط؟ أكملي ألم يقل الله تعالى في الآية نفسها لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محصوراً هذا صحيح بلى والبسط هو كثرة الإنفاق والتبذير وهو عكس الإمساك والبخل ما معنى ملوماً محصوراً؟ الملوم هو الذي يلام على إتلاف ماله والحسير هو العاجز عن النفقة والتصرف أمرنا الله تعالى بالتوسط والتوازن في الإنفاق وجعل ذلك شعار المؤمن ولذلك ذم الإصراف والتبذير في الإنفاق وذم أيضاً سبحانه البخل وإمساك المال وتخزينه وقال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ويقتروا هنا بمعنى يضيق في الإنفاق هذه الآيات تذكر صفة من صفات عباد الرحمن وهي الاعتدال والتوسط في الإنفاق بعدم الإصراف وعدم التقصير في النفقة على من ينفقون عليهم والذي يكثر من الصدقات وإنفاق المال على الفقراء والمحتاجين هل يعد مسرفاً مبذراً؟ التبذير والإصراف هو إنفاق المال في غير طاعة الله ومن أمسك عن الإنفاق في طاعة الله فهو البخيل الشحيح المقتر بل إن إنفاق المال وتبذيره في غير طاعة الله حرام إذن فكل حياتنا إصراف وتبذير إصراف في المأكل والمشرب والملبس وإحراق المال وتبذيره هنا وهناك بسبب وبدون سبب وسوف نحاسب على كل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه ما فعل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه وماذا قال أيضاً يا أبي؟ وأيضاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إصراف أو مخيلة والمخيلة من الخيالاء وهو الفخر والتكبر ما حكم التبذير يا أبي؟ حكم الإنفاق لا يخلو من ثلاثة وجوه الأول إنفاق المال في الوجوه المذمومة المحرمة شرعاً وهذا حرام بالتأكيد والثاني طبعاً هو الإنفاق في الوجوه المحمودة شرعاً كالصدقة والزكاة وهذا مطلوب والثالث الإنفاق في الأمور المباحة وهو إما أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله وهذا ليس إصرافاً وإضاعة للمال وإما أن يكون لدفع ضرر وهذا ليس إصرافاً أيضاً وأصناف الإصراف كثيرة منها إطلاف المال دون الاستفادة منه وإلقاء الطعام والخبز أو تركه حتى يفسد دون أن ينتفع به أحد ومنه الأكل مع الشبع وقال لقمان لابنه يا بني لا تأكل شبعاً فوق شبع فإنك أن تنبذه للكلب خير من أن تأكله هل سمعت يا أمي؟ إنها لم تكن تعلم يا حاتم أن هذا إصراف سمعت يا بني سمعت وندمت على ما فعلت أشد الندم أستغفر الله وأتوب إليه عن كل تبذير وإصراف صدر مني أمينة أم حاتم نعم يا أبا حاتم ليتنا من الآن لا نشتري إلا ما نحتاج إليه عودي نفسك على التوسط والاعتدال في كل شيء حتى لا نكون من إخوان الشياطين الذين لا يحبهم الله أعدك أعدك يا أبا حاتم من الآن وداعاً للإسراف والتبذير ومرحباً بالتوسط والاعتدال بارك الله فيك يا أم حاتم